هل بدأت ذروة العلاقات العسكرية بين بيونج يونج وموسكو؟ سؤال بات يطرح بقوة مع استمرار زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا والتجوله في الكثير من قواعد السلاح هناك زيارة حملت طابعاً عسكرياً في المقام الأول وهو ما ترجمه تصريح لوزير الدفاع الكوري الشمالي الذي أكد استعداد بيونج يونج لتعزيز التعاون العسكري مع موسكو والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة والعالم على حد وصفه تصريحات كوريا شمالية قد تبين مسار العلاقة المستقبلي بين الجانبين وذلك على الرغم من إعلان لكريملن أن روسيا وكوريا الشمالية لم توقع أي اتفاقات بشأن المسائل العسكرية خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي وما بين المعلن والمخفي يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا عسكريا أكبر بين موسكو وبيونج يونج إذ تهتم موسكو بالمخزون الكوري الشمالي الكبير من القذائف المدفعية والذخائر الصاروخية في حين تسعى كوريا الشمالية للاستفادة من إمدادات ثابتة من قطع الغيار والمكونات لدعم أسطولها الحالي من الطائرات الحربية إضافة لسعيها لتحديث أسطولها البحري وبعيدا عن السلاح من المرجح أن تعمل روسيا على إمداد كوريا الشمالية بالمساعدات الغذائية في المقابل لم يخفي الغرب وحلفائه تخوفهم من هذا التقارب وأكثرهم قلقا كان رئيس الجارة كوريا الجنوبية الذي حذر من أي تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية مهددا بإثارة القضية مع زعماء العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أما واشنطن فحاولت التقليل من قدرات بيونج يونج حيث شكك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة من قدرة الأسلحة الكورية الشمالية في حال تم تقديمها لروسيا على لعب دور حاسم في معركة أوكرانيا